السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا 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 اه طبعا جيت لكم النهاردة فيديو جديد وفيديو النهاردة هنتكلم عن نزام الضيط بالنسبة للناس اللي صايمة العشر ايام من دي الحجة كل عام وانتم بخير وربنا يا رب يعيد عننا ايام البوركة دي بخير تعالوا نشوف النهاردة نزام الفطار والسحور هيكون عبارة عن ايه خليكم معايا نبدأ ايا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين ونبدأ الفيديو طبعا النهاردة اول يوم هنبدأ بالسحور السحور يا ترى هيكون عبارة عن ايه هيكون عبارة عن وجبة ومشروب وسمرت فكهة الوجبة عبارة عن ست معالق فول زائد صلتة خضرة زائد ربع رغيف عيش او اتنين بيضة مسلوقة او قملت زائد ربع رغيف عيش يعني عندي ست معالق فول زائد صلتة او اتنين بيضة مسلوقة زائد ربع رغيف عيش او متين وخمسين جرام جبن قريش زائد خيار وفلفلة وربع رغيف عيش اللي عيش معانا ربع بس اللي بيختلف هو الوجبة او مية خمسة وعشرين جرام جبن قبيض قليل الدسم زائد صلتة زائد عشرين جرام خبز الشفهان عندي خيار تاني او حبة بطاطس متوسطة الحاج مسلوقة وحطنا عليها ملح وفلفل وكمون وبقدونس وكسبرة نشفة وهناكل معاها اتنين بيضة مسلوقة او اتنين معلقة شفان او امح بليلة زائد كوب حليب خليق الدسم نقول تاني اتنين معلقة شفان خشن او امح اللي هو البليلة زائد كوب حليب خليق الدسم او اتنين كتعة بقصمات سن متوسط الحج زائد كوباية حليب خليق الدسم تاني كوباية حليب خليق الدسم مع اتنين كتعة بقصمات سن متوسط الحج او اتنين كوب زبادي لايت اتنين كوب زبادي لايت زائد خيار او ربع لبن رايب قليل الدسم زائد نص غيف عيش ثاني ثاني اتنين كوب زبادي لايت مع خيار او ربع لبن رايب قليل الدسم زائد نص غيف عيش او اتنين معلقة كوبار كورنفليكس لايت زائد كوب لبن خليق دسم ده السحور معنا بعد السحور هناخد كوباية حاجة سخنة ممكن ناخد كوباية حليب خليق دسم كوباية شاي اخضر او كوباية بردقوش او كوباية نعناع او ينسون ده اللي هناخده بعد السحور ممكن اخد سمارة فاكهة اخد تفاحة او برتقانة او نص سموزة او جوافاية او كومترة او واحد كيوي او اتنين شريحة اناناس او نص حبة يوسفي او كوم متوسط كريز او برقو او 200 جرام بطيخ او خوخ تاني الفاكهة المسموحة معنا في السحور عندي تفاحة او برتقالة او نص سموزة او جوافة او كومترة او كيوي او اتنين شريحة اناناس او نص حبة من الكريز او كوباية او كوباية من البلقو او 200 جرام بطيخ او خوخ عندي بقى اه ممكن اخد اه بين الفطار والسحور السناك انا خلاص كده اخدنا الفطار السحور بتاعنا وخلاص ثم اخد الوقتي بقى عندي الفطار الفطار هيكون عبارة عن مشروب وبروتين والنشويات وخضار مشروب وبروتين والنشويات وخضار اول ما المغرب تدن هياخد ثلاث تمرات او معلقة كبيرة عسل اول ما المغرب يأزن اخد ايه ثلاث تمرات او معلقة كبيرة عسل مع كوباية لبن منزوع الدسم اخد ثلاث تمرات او معلقة كبيرة عسل مع كوباية لبن منزوع الدسم خلاص انا اخدت الوقتي المشروب بتاع الادان ما ازن على طول هاستنى عشر دقايق او ربع ساعة اصلي او ما صلي اتودى وصلي واعمل اي نشاط واقعد افطر بقى طب انا هافطر ايه بقى عندي البروتين بالنسبة للبروتين ممكن ااخد ثلاث سمكات متوسطة الحجم او ثلاث سدور دجاج مخلية 300 جرام او سهردين طازج او تونة او ارانب ممكن اخذ سدور ارانب 350 جرام او اخد جبن اريش 300 جرام واثنين بيضة مسلوقة ده البروتين البروتين معايا جبن اريش 300 جرام مع اثنين بيضة مسلوقة او ثلاث سمكات متوسطة الحجم مع صدور دجاج او ستردين طازج او تونة او صدور ارانب ده البروتين نخش على النشويات النشويات عندي كذا خيار متعدد ومتنوع للناس اللي بتحتار كل يوم بتاكل ايه وبتزهق عندي ممكن اخذ خمس معلق رز او خمس معلق مكرونة بدون دهون او حبوب الكنوة او واحد توست بني او حبة متوسطة من البطاطس مسلوقة او اثنين معلقة شوفان او قمح اللي هو البليلة اثنين معلقة او ربع الغيف عيش او فريك او برغل دي النشويات النشويات تاني خمس معلق رز او خمس معلق مكرونة فيها دهون قليلة ويفضل انها تكون مسلوقة او حبوب كنوة متين ايه عشرين جرام او توست بني او حبة متوسطة من البطاطس او ربع خبز ايه من الشوفان او ربع لم يفعيش بلدي عندي بقى الخضار هيكون طبق كبير من السلطة الخضرة اه نحط طماطم نحط خيار فلفلة بصل جزر بقدونس جرجير كرمب احمر او ابيض فجل او خاص دي مكونات السلطة وكل ما تقطع الالوان في السلطة كل ما تكون السلطة غنية وحلوة جدا ومشبعة ممكن اخد خضار سوتين او مشوي او مسلوء او مطبوخ بدون فرن ممكن اخد طاج بمية او كوسة او فصورية او ملوخية بدون دهون يفضل انا كده اخدت الفطار استنى ساعة او ساعتين واخد اسناك الاسناك بتاع هيكون عبارة عن ايه سمرت فاكهة طفاحة او كومسر او جوافة او برتفالة حبة من البطاطا الحلوة ممكن مسلوقة 75 جرام او اتنين كوب حليب اه اتنين كوب حليب خليد دسم او اتنين جزرة او اتنين حبة طماطم او حبة بازنجان ممكن اخد خيار وخص الجرجير في اي وقت وباي كمية مسموحة طبعا مع مراعات تناول من 8 ل 12 كوباية مية في اليوم ممارسة المشف او الرياضة تناول معلقة ززة تون يوميا وتناول الخضروات الخضروات مليانة بالالياف حلوة جدا 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 والالياف طبعا نعرفين نهاية بالساعدة على الشبع ممكن في خلال اليوم ما بين السحور والفطار اتناول اي مشروبات سخنة بس بدون سكر وباي كمية مسموح بها بحد اكتر اتنين من كل نوم ينسون عندي نعناع عندي كرويا عندي بردقوش شيء اخضر بالنعناع او نعناع لوحده ممكن اخد قرفة او جنزبيل او عصير لمون بدون سكر كل الحاجات دي حلوة جدا جدا وبساعد على هدوء الاعصاب وبساعد على الاسترخاء طبعا احنا عارفين ان المية مهمة جدا 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 هنوزع المية ما بين الفطار والسحور بشكل متكامل يعني مش عايز اشرب مثلا في خلال ساعة او ساعتين المية وافضل طول الوقت من غير مية لأ انا وزع المية ما بين الساعات اللي انا فاطر فيها طبعا عارفين ان الساعة اللي قبل الفطار ده بيكون فيها الحرق عالي جدا 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 بيكون الجسم استنفذ كل طاقته وبيحاول يستعود عن اي مجهود يجيب له اي طاقة فلازما قبل الفطار بساعة نعمل اي مجهود رياضي ولو حتى على الاقل ربع ساعة حلو جدا 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 وهيساعدكو كتير اي طبعا احنا عارفين ان الماشي حلو جدا في الصيام حلو وبيساعد على الحرق بتروها يستلم ايه تمارين البلانك اي ممكن نعمل تمارين ضغط والجري او الماشي بصورة سريعة ان شاء الله بكنا هنتكلم عن اليوم التاني من نظام ايه الصائمين في العشرة من انزل حجة وكل عام وانتو طيبين وبخير وبصحة وساعدة دايما وان شاء الله على الخرم الجمعين باذن الله وتنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وانفعل زر الجرس عشان ينفسر لكم كل جديد مع السلامة اشتركوا في القناة